نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية التحيطة في محافظة الحديدة ندوة لإحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وفي الندوة ألقيت مداخلات تطرقت إلى وسطية واعتدال المؤتمر وبعده عن الغلو والتطرف وانطلاقه من مبادئ الدين الإسلامي دون استغلال ذلك في الوصاية على حياة الناس وأشارت المداخلات إلى أن الرؤية الوطنية التي امتلكها المؤتمر ترجمها في الواقع العملي وجاء من متطلبات الشعب منوهة إلى أن منجزات المؤتمر الشعبي العام في بناء الوطن أرضا وإنسانا وأكد المشاركون الموضية على نهج ووصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رافعين التهاني إلى قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج بهذه المناسبة